بسم الله الرحمن الرحيم والحمد للربيع العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآلا بكم وحبه بإمكانكم في قناتكم من ترجمة أتمنى أن تكونوا إن شاء الله في تمام الصحة وعفية في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أعطيكم كافية حظر الفيديوهات الغير ولائقة في التطبيق تيك توك قبل أن نتقل في هذا الشرح إذا كنت أولا تشاهد الفيديوهات على قناتي أتمنى أن تدعمنا بالشركة في القناة نتبعي الأجرس لكيسكم إن شاء الله جديد والآن نتابع على الشرح كل ما عليك الذهب إلى التطبيق تيك توك نقوم بالضغط عليه ثم الذهب إلى الملف الشخصي في أسفل الشاشة بعدين نقوم بالضغط إلى ثلاث أشيطة في أعلى الشاشة ثم بعدين نقوم بالضغط على الأدلات الخصوصية بعدين نقوم بالضغط إلى رفاية الرقمية في أسفل الشاشة ثم يظهر معي خيالان الخيال الأول هو عبارة عن إدارة مدر الإستخدام وخيال الثاني هو عبارة عن وضع التقييد أما بالنسبة لخيال الأول وهو عبارة عن مدة الزمنية لهذا التطبيق فإذا كان عندك التفلق مدمن على هذا التطبيق فأنصحكم بتفعيل هذا الخيال الأول ثم يظهر معي على هذا الشكل هنا يجب عليك أن تحدد المدة الزمنية لهذا التطبيق فإذا كان التفلق مدمن على هذا التطبيق فأنصحكم بتفعيل هذا الخيال وهو مدة الزمنية لهذا التطبيق هو عبارة عن نقوم بالضغط على حد الحد الزمني ثم يظهر معنا بهذا الشيء هنا يظهر معي 40 دقيقة ثم 60 دقيقة ثم 90 دقيقة ثم 120 دقيقة ثم يجب عليك أن تقوم بتحديد المدة الزمنية يعني أقصى مدة بنسبة إليها هي المدة 40 دقيقة كافية لهذا التطبيق التكتوب بعدما قمنا بالدد على 40 دقيقة نقوم بالرجوع ثم الداب إلى التشغيل هنا يطلب منك تعيين الرمز المرون ومكون من أربعة أرقام نقوم بإضافة رقم السري على السبيل المتحدة فستقوم بإضافة أربعة أصفر ثم الضطع للتالي بعدين نقوم بتأكيد رمز المرور ثم الضطع للتالي وبهذه الطريقة يتم تحديد المدة الزمنية لهذا التطبيق فإذا مرس 40 دقيقة يتم قفل هذا التطبيق وعندئذين لا يستطيع الطفل للدخول مرسة أخرى لهذا التطبيق إلا إذا كان عنده كلمة المرور للدخول لهذا التطبيق وإمكانك إيقافة التشغيل أو تعيين كلمة المرور مرسة أخرى نقوم بالرجوع الآن نبدأ بالخيار الثاني وهو عبارة عن وضع التقيين ما معنى وضع التقيين نقوم بالضغط عليه ثم يضع المعنى بهذا الشك وهو عبارة عن تقديل الفيديوهات الغير لائقة أو غير مناسبة لمشاهدة هناك بعض الفيديوهات تحتوي على مشاهد عنيفة ومشاهد الغير لائقة ومشاهد جنسية فأنصحكم بالتفهيل هذا الخيار الثاني هو الأنسى نقوم بالتشغيل وضع التقيين وهنا يطلب منك إدخال كلمة المرورة المكون من أربع الأقام فيجب عليك أن تقوم بإدخال كلمة المرورة الذي قمت بإدخالها سابقاً في العد الزمني ثم نضغط على التالي وبهذه الطريقة يتم حد أي فيديوهات الغير لائقة في هذا التطبيق والتي تحتوي على مشاهد عنيفة وكذلك الفيديوهات الإباحية والفيديوهات التي تحتوي على مشاهد حساسة فإذا ظهر معك فيديو في هذا التطبيق يحتوي على مشاهد عنيفة أو مشاهد غير لائقة أو يحتوي على مشاهد غير لائقة لمشاهدة فبإمكانكم تضغط على الشاشة الضغطة طويلة ثم تظهر معك مجموعة من الخيارات بإمكانكم أن تضغطوا على غير مهتم في الخيار الرابع أو تضغط على إبلاغ عن هذا الفيديو نقوم بالضغط عليه ثم تظهر معي مجموعة من الخيارات بإمكانكم أن تقوم بتبلغ عن هذا الفيديو الذي يحتوي على مثلاً على معلومات موضلة أو منظمات أفراد خطيرة أو مثلاً غشف الاحتيال ومحتباء عنيف ورسومات والقصوة على الحيوان أو مثلاً انتحار وإيداء النفس والأعمال الخطيرة وكذلك التحرج أو تنمر أو موضة الإباحة والعاري وبهذه الطريقة يتم حضر هذا الفيديو نهائياً من هذا التطبيق والذي يحتوي على مشاهد الغير واللائقة في التطبيق تيك تو أتمنى من الآباء أن يقوم بالتفعيلات الخاصية في هواتف أبنائهم وأتمنى كل مشاهدة الفيديو أن يقوم بنشره في سبيل الله ثم لا تنسوا الاشتراك في القناة والتفعيل أرجالس لكي يساكم إن شاء الله كل جديد وإلى حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته